المركز الثقافي الإبطي الأرتودوكسي وقناة ميسات رئيسا ومديرين وعاملين يهنئان الأستاذ الدكتور أحمد عبدالله زايد أستاذ علم الاجتماع عميد كلية الأداب الأسبق بجامعة القاهرة بانتخابه مديرا جديدا لمكتبة الإسكندرية خلفا للدكتور مصطفى ألفي دي كانت تهنئة وتحية من المركز والقناة وعلى رأسهم طبعا ميافة الحبر الجليل الأنباء رمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرتودوكسي ورئيس قناة ميسات بالتهنئة للدكتور أحمد عبدالله زايد مدير مكتبة إسكندرية ده منصب شديد الأهمية يطاول منصب الثقافة الرفيع في متمثل في وزارة الثقافة بل بالعكس هو كمان متحرر من أعباء المراس استلمته دكتورة إناس عبدالدايم من وزارات سابقة ربما أسور ثقافة متهدمة معارض منقطعة بدأت من جديد تحيي أشياء كثيرة عروض ثقافية مسرحية وندوات شعرية وأفلام سينمائية أخرها سينما الشعب اللي كنا بنرصدها مع حضراتكم في حلقة الأربع أو الخميس الماضيين من أنه كل الأفلام اللي نزلت مثلا في العيد ده بتذكرة زهيدة تصل إلى أربعين جنيه طبعا زهيدة جدا تذاكر السينما بقت بانتين جنيه وأكتر دلوقتي فلما يحصل اتفاق مع الموزعين والمنتجين التذاكر دي تتخفض كده وتسافر العروض دي للسينمات في أسيوت وفي سوهاج وفي بورسعيد وفي سوهاج يعني أسوان ولؤسره طبعا دي نقلة كبيرة جدا أما عن مكتب اسكندرية فلها خط رفيع شديد الحساسية وشديد الاتصال بالثقافة الدولية في كل ما تقدم من أبحاث ومن رسائل علمية ومن أنشطة فنية كمان ومن برامج تنموية في هذه المجالات